تولي مملكة البحرين مرضى السرطان اهتماماً كبيراً من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لتوفير ما يضمن سلامتهم بالإضافة إلى التكفل التام بتكلفة العلاج في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع الصحي في المملكة لا تدخر مملكة البحرين جهداً في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين لتوفير ما يضمن سلامتهم وهو ما بدى واضحاً خلال أزمة كورونا الصحية التي اشتاحت العالم وكشفت حجم الرعاية التي تقدمها المملكة لتوفير الرعاية الصحية منافسة بذلك كبريات الدول التي تمتلك إمكانات كبيرة والتي شكلت الجائحة تحدياً وجودياً لأنظمتها الصحية البحرين وضعت أسساً قوية لخدمتها الصحية طوال السنوات الماضية رغم عدم استشعار الكثيرين هذا الأمر إلا عند انتشار الجائحة وعملت البحرين على توفير كافة العلاجات لمختلف الأمراض ولعل أدوية مرض السرطان باهظة الكلفة خير دليل على حجم الإنفاق الحكومي على صحة المواطن فدواء بليناتوموماب على سبيل المثال الذي يستخدمه مرض السرطان تبلغ كلفته العلاجية الشهرية للفرد 32 ألف دينار بحرينية ما يعني أن كلفة علاج مريض السرطان عموماً تتجاوز 289 ألف دينار بحريني وهو ما يبين الرعاية الصحية التي يحظى بها مريض السرطان في مملكة البحرين عبر مركز البحرين لعلاج الأورام وعبر ما تقدمه الحكومة من دعم لملف الرعاية الصحية في المملكة ترجمة نانسي قنقر